تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جماعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد حلقة اليوم عن هدف ربما كتير ناس بشوفوا صورته بعد كل موسم في آخر تسع مواسم كل ما اتتوى جيفينتوس بلقب الدوري شو قصة هذي اللقطة شو قصة هدف مونتاري سليمان مونتاري لاعب غاني انتقل في شتاء موسم 2011-2012 لحامل اللقب مينا ودخل اسمه سريعا في ذاكرة الجمهور في ذلك الموسم مرغم انه كان من رجال ثلاثية الانتر لكن شهرته تبقى اكبر بقصة هدف من حسب له من مواسم ممتازة عاشها مع اتجار انتر موسم 2011-2012 كان فيه اول موسم لانتونيو كونتي بيرلو مع يوفينتوس فيه تحسن كبير مع وجه الملعب الجديد على الفريق في المقابل كان ميلا هو على الورق المرشح للفوز بنقب الدوري اكثر استقرارا مدرب يبدو فهمان جدا كيف يحصد النتائج له وباقي النجوم موجودين في ارض الملعب وجاهزين مثل زلاتان ابراهيموفيتش وروبينيو اسماء اخرى تخليك تقول لا ميلان هو المرشح وهذا كان الطبيعي لكن اليوفينت طلق بشكل ممتاز جدا ومن الجولة سبعة تقريبا للجولة 25 الفارق بين يوفينتوس وميلان على الصدارة ما زاد عن نقطتين وفي كثير احيان كانوا متساويين بالنقاب جاءت الجولة 25 ميلان يتصدر بفارق نقطة وفي مباراة نقصة لليوفي بدأ اللقاء بين الفارقين في الدقيقة 14 نوت شرينو وهو لاعب سابق لليوفي بسجل هدف التقدم لميلان بعد تمريره من روبينيو الامور بقيت ميلان افضل يوفينتوس مصدوم بداية ميلان القوية في سانسيرو في ضرب ركنية تتنفذ بطريقة قصيرة ايمان ويلسون بالعب عرضية ميكسس بسدد كرة رأسية قوية بوفون بتصدى لها وبترجع بكل بساطة ليمونتاري بيضحى براسه كرة صراحة اي حد بشوفها بيعرف انها اشتازت خط المرمى الا حكم الرأي بوفون مسك الكرة وركض بسرعة ولعبها ومشت الهجمة كأنها مرتدي لليوبي والحادف ما احتسب انتهى اللقاء بالتعادل ففي الشوط الثاني البديل ماتري وهو ايضا بالعكس هالمرة لاعب ميلان السابق يسجل هدف التعادل في الدقيقة 83 علما انه كان في لاماتري هدف بالدقيقة 79 حسب وصف موقع بريتشار ريبورت هو صحيح وحتى في موقع سيان اني لقيت نفس الوصف في عام 2012 بتكلموا انه في الدقيقة 79 الهدف اللي لاماتري يلغي مداع التسلل ما كان تسلل لكن هون دفاع الميلانيين على الموضوع انه لو سجل مونتاري الهدف الثاني ما كان هيفرق هدف ماتري اللي في الدقيقة 79 امتهى اللقاء هون صار شوية جدل خرج اللي قرب بتصريح شهير قال واحدة من الثنتين يا خط المرمى مايل يا انه كبير لهالدرجة عشان الحكب ما يشوفه ايضا قال ياني اتجه لغرفة تغيير ملابس يوفينتوس وهاجم كونتي فكونتي رد عليه قال له اهلا برجل المافيا وبعدها طلع قال ياني قال انا اخلي هذا القول على موبايلي عشان اذكر نفسي قديش يديو في سرقنا هذا الموسم في المقابل سألوا بوفون قال لهم انا لما اصد ما بتفرج وين خط المرمى انا بتصده ومش فارقة معي الكرة قطعت او لا ولو اعرفت ان هالكرة قطعت خط المرمى مش هروح اقول للحكم احسب هدف علي الامور ضلت لهذه اللحظة مش كتير متوترة حول هدف منتاري ما كان كتير حيدخل بالتاريخ ليش لانه ميلان وسع الفارق لاربع نقاط بعد جولتين يوفينتوس اتعادل مع كييف وجنوا وفي المقابل ميلان هزم اودينيزي وليتشي وبالتالي الفارق صار بينهم اربع نقاط حتى تلك اللحظة لصالح ميلان الجميع نسي هدف منتاري حتى هذه الجولة وصلنا جولة 29 مازال ميلان مرتاح بفارق جيد في النقاط تعادل مع كتانيا يوفينتوس سحق نابولي في نفس الجولة بتلات اهداف نظيفة ثم في الجولة 30 اصبح هدف منتاري مهم مرة اخرى لانه ميلان سقط في ملعبه مع فيورنتينا باثنين واحد بعد ما تقدم ميلان بهدف لابراهيمو فيتش وكان السقوط في الدقيقة 89 عبر لاعب يوفينتوس السابق اماوري اللي سجل هدف الفوز هناك انتقد البعض اليقري لكن اليقري طلع بعد اللقاء نفسه وقال لو لا هدف منتاري كنا حسمين الدوري واليقري كرر في ذلك الموسم قصة هدف منتاري ست مرات في المؤتمرات الصحفية ومن هو بدأت العلاقة بين جمهور يوفينتوس واليقري تتوتر عشانك لما ايجا ما ترحب فيه لانه كانت ردد فعل الجمهور انه انت ما شفتش هدف ملغي في حياتك الا هالهدف ومعروف في ايطاليا اذا يوفينتوس مسك السدارة ما بفلتها فبسك السدارة بعد سقوط ميلان امام فيورنتينا وظلوا محافظ عليها لجوا ل37 هناك اعلن رسميا عودة اليوفي للفوز باللقب لأول مرة بعد الكالتشوبولي بفضل فوز الانتر 4-2 على ميلان وهاترك لدييغو ميلتو هذه هي قصة الموضوع بكل بساطة هدف واضح انه صحيح من حسب بس هل هذا الهدف كان حيهدي ميلان اللقب؟ ربما لانه ربما لو يوفينتوس كانت هذه اول خسارة يوفينتوس ما خسر ولا مبارا في ذلك الموسم ممكن كان حينهار معنويا ممكن لما يشوف ميلان فرق بالنقاط بعد ما يهز مباشرة كان حينهار معنويا ربما لكن هل هو كل شيء؟ انا صراحة مش لاني مشجع يوفينتوس بس لا لانه ميلان تصدر بعد ذلك فتخلص من الظلم بس تخلص من الظلم بعديها هو اللي رجع فلت الصدارة هدف ونتاري اخذ ابعاد كثير اكبر من مجرد 90 دقيقة وثلاث نقاط او حتى مجرد موسم لانه الاجري لما انقال في الموسم التالي طلعوا واتكلموا قال يعني كان مكرر طبعا 10-12 مرة قصت هدف ونتاري بس حتى في مؤتمر الاخير قال هس لو قلت لكم هدف ونتاري هو السبب والله هتضحكوا علي وايضا قال ياني في عام 2018 صرح لسبورت ميديا ستو قال ذلك الهدف ربما غير تاريخ الكرة الايطالية لانه في اعتقاد انه لو اليوفي ما فاز بذلك الدور في ذلك الموسم كان ما حيتفكك ميلان في الموسم التالي كان اليوفي ما حيسيطر تسع مواسم ورا بعض فالناس بتشوف هذا الهدف يعني موجة النظر الاخرى لامام اليوفي انه هذا الهدف ما كان ثلاث نقاط هذا الهدف ما كان بطولة دوري هذا الهدف كان تسع بطولات دوري وربما عشرة اذا فاز باللقب هذا الموسم وفي عام 2018 خرج الحكم في ذلك اللقاء باولو تاجليا فنتو وقال شعرت بانه الهدف صحيح ورفعت ايدي بدي احتسبه بس استنيت يحكي معي حكم الراية اللي كان مشغول بالتسلل فما قل لي انه دخلت او لا وهو اعترف لي بعد ذلك انه ما عارف دخلت او لا ووصف الموضوع بالعار لانه كان الهدف واضح هناك من يعتقد انه ردت فعل بوفون السريعة بالدخول ورمي الكرة ساهمت بخدعة حكم الراية مهما كان السبب الاكيد هذا الهدف الان في تكنولوجيا خط المرمى الاكيد الان بهذا الفار ما راح يتكرر الاكيد انه ذلك الهدف ساهم بشكل او باخر بفوس يوفينتوس باللقب بس لاي مدى هو اكيد مش 100% لانه زي ما حكيت ميلانو تصدر هي حنختلف بالنسبة هل هي النسبة الكبيرة لذلك الهدف اذا كنت ميلانيا او بتشجع الانتر حتقول ذلك انه اه لو لا هذا الهدف يوفينتوس ما فاز باللقب واذا كنت مشجع مع اليوفي هيقول لك لا ممكن هذا الهدف ساهم معنا 20-30% والباقي الشاطر اللي تصدر وضيع صدارته في جولتين وربعات ضيع خمس نقاط تتفق على جوابها لكنها قصة خالد بتاريخ كورة القدم انا عشتها لانه كان اليوفي عم بيرجع وبذكر جيدا انه ليلتها ما كانت الضجة زي ليلة فوز يوفينتوس باللقب زادت كثير بعدين وليس في تلك اللحظة نوصل هنا نهاية هاي الحلقة واذكروني بالتعليقات رأيكم بذلك الهدف هو تأثيره وايضا القصة اللي بتحبوا نحكيها الجمعة الجاي والسلام عليكم ورحمة الله شكرا